يقول عليه الصلاة والسلام عن الله عز وجل يقول إن الله عز وجل اطلع على العالم قبل بعثته عربهم وعجمهم فما قتهم جميعا إلا قلة قليلة ممن كانت تعبد الله على بقايا دين إبراهيم وهؤلاء كانوا عبارة عن أفراد يتعبدون بما بقي من دين إبراهيم الذي حتى قد حصل فيه من النقص وعبادة الأوثان وما فعله عمر بن حي الخزاعي الذي جاء بالأصنام وطلب من العرب أن تعبد إلى آخره فالمهم جاء محمد عليه الصلاة والسلام ليكون رحمة للعالمين وليخرج الإنسان من عبودية الإنسان إلى عبودية الله ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة وإلى سعة الدنيا وحقيقة إلى سعة الدنيا إلى سعة الدنيا بمعنى أنه علم الإنسان كيف يكون إنسانا سويا في هذه الأرض من خلال هذه العقيدة النقية الطاهرة ومن خلال هذه الشريعة العادلة العادلة المتوازنة العالمة بحقيقة الإنسان وطرائق إصلاحه ألا يعلم من خلق شريعة الله الذي قالها والذي شرعها وبالتالي أنا قلت لكم مرة وسأقول هذه ساعتي وأي من الساعات المتواضعة يعني هذه ساعتي لو حصل فيها خلل لكان أعظم من يصلح خلله ومن صنعها فنحن نقول بأن الله الذي خلق هذا الإنسان هو الذي وهبه هذا المعتقد عن طريق حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام دله على هذه العقيدة الحق ودله على الشريعة العادلة ثم جاءت القيم الأخلاقية لأن هذا البناء لهذا الدين مبني على قاعدة الشريعة والعقيدة واللحمة هي القيم الأخلاقية فعلمنا الأخلاق والقيم وعلمنا من كان ذلك هو محمد عليه الصلاة والسلام لكن قد نسمع من يناله من هنا ولكن قد قال الله أي نعم ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك يعني قد قيل للرسل أنتم سحراء أنتم كهناء أنتم إلى آخره ولكنه ما ضرهم لأن ما كانوا عليه من الحق كان أجل وأعظم وأكبر إلى أن أتمهم الله بحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام فأتم الله به النعمة عقيدة وعبادة أتم الله به النعمة شريعة وقيما وأخلاق أتم الله به النعمة لأنه خاطب العقل والقلب يعني لما تأتي إلى حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام في سمن لم يكن عند الإنسان علوم ويقول عليه الصلاة والسلام يفنى من ابن آدم عند موته كل شيء ويبقى عجب الذنب عجب الذنب منه بدأ الخلق وفيه يركب يا الله يا الله منه بدأ الخلق اسألوا علماء الأجنة ماذا يكون في اليوم الثاني والعشرين فيما يسمى بالشريط الشريط الأولي الذي تتجمع فيه الخلايا ثم تبدأ بالتقاسم الجيني لصناعة جسم الإنسان ومن هو الذي كان يحركها بأمر الله عز وجل لكي تتقاسم منه بدأ الخلق هذه الخلية قال عليه الصلاة والسلام وبعدين إذا مات الإنسان طبعا هذه الخلية تعود مرة ثانية وتسكن في أسفل العمود الفقري نعم في أسفل العمود وهكذا تكلم علماء الطب اليوم وتسكن في أسفل العمود الفقري ثم إذا مات ابن آدم كل خلايا تتفتت ويعود التراب وترابة إلا هذه الخلية تبقى حية لا تموت حتى أنهم عرضوها للحرق للطحن لحمض الكبريت بقيت حية وبعدين أبي صلى الله عليه وسلم أذا يقول عليه الصلاة والسلام يقول منه بدأ الخلق وفيه يركب حتركب من جديد أنت موجود في هذه الخلية كما خلقك الله في أول الأمر من الخلية التي من ماء الرجل والماء المرأة مثل رأس الدبوس كنت كده كده هذه الخلية الأولى هذه الخلية الأولى التي خلقك الله منها ثم تكاثرت بأمر الله إلى آخره هذه الخلية الباقية سوف يركبك الله إلا أنه ما قال يخلقك قال يركب لأنها موجودة موجودة يركبك من شيء موجود ولكنه يركبك ومعك كل تاريخك الذي أسأل الله أن يعفو عنا وأن نقابله وقد رضي عنا وغفر ذنوبنا ويسر أمورنا من علم محمد عليه الصلاة والسلام أن جزيرة العرب كانت مروجا وأنهارا وأنها ستعود قبل يوم القيامة مروجا وأنهارا من علم محمد عليه الصلاة والسلام أن عدد مفاصل الإنسان عندما يولد ثلاثمائة وستون مفصلا والعلم يقر بهذا ولم يعرف إلا قبل سبعين ثمانين سنة المهم هذا هو محمد الذي أعطاه الله من البراهين والأدلة ما يجعل العقول المنصفة المؤمنة تستيقن أن محمدا رسول الله وأنه هدية الله إلى العالمين لينقذهم الله الله ينقذهم ببعثة محمد وبهدي القرآن والسنة ينقذهم من الضلال إلى الإيمان اشتركوا في القناة